السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنكم مصطفى من قناة مستر بومتيك. اجعت لكم النهاردة في فيديو جديد وهي حلقة جديدة من حلقات ربح على السريع. فيديو النهاردة اه هشارك معكم استراتيجية طبعا نفس الاستراتيجيات اللي احنا كلها بنشرح قبل كده اللي هي الاستراتيجية طارقة. ولكن على موقع اه كنا طبعا كلكم عارفين ولكن اه تجربة عليها هي غريبة جدا ومربحها بشكل كبير. ولكن يعني جاي اوصل لك فكرة تانية خالص غير ان انك تكسب من الموقع ده بالذات. لا جاي واصل لك فكرة تانية خالص. فكرة اسمها شغل موخك. شغل موخك بمعنى انك يعني الراجل اللي استخدم الاستراتيجية دي او الشاب يعني اللي استخدم الاستراتيجية دي انا ما قلتش استخدمها على الموقع ده. يعني هو تجرب على الموقع وبموقع يشتغل معاه. ومحقق منه ربح كويس جدا. وبيحقق يوميا اتنين دولار على اقل يوميا. تمام? فزي ما قلت لك شغل دماغك الاسترجاء دي هي حلوة جدا وتقدر استخدامه اكتر من حاجة وتقدر استخدامه اكتر مواقع وتربح منها اكتر من طريقة. ولكن المشكلة الكبيرة ان لما انا بنشر فيديو الطريقة بتتقفل. كل ما نشر فيديو طريقة بتتقفل. تمام? فالناس بتزعل مني وتقول يعني انت ناشر فيديو من غير ازباد دافع. وكمان الطريقة تتقفل. ما انا بخاف انا ابدأ اشتغل على طريقة واقول لي كزا حد على طريقة ما غير قبل ما انشورها يعني. واقول لي كزا حد على الطريقة. والطريقة تتقفل قبل ما انشورها. فتي تبقى مشكلة. فانا بفضل ان انا انشور الطريقة وكزا حد يكسب من الطريقة في الاول وبعد كده. يعني تبدأ طريقة تتقفل فالناس تجي لي في كومنتات. محدش يتكلم ان هو كسب منها. لا. كله بيجي في كومنتات يقول ان الطريقة مش شغلة واميلاتهم بتتقفل. طيب تمام اكيد الموقع هياخد بالو اكيد هيقفل اميلات واكيد في ناس تانية هتسحب. تمام في ناس كده وفي ناس كده. فان المشكلة الناس اللي بتسحب دي ما بتتكلمش. الناس اللي بتسحب ما بتكلمش. اللي بيتكلم كله الناس اللي اميلاتها بتتقفل. تمام وبيجي اسأل على اثبات الدفع. فانا اكيد الاستراتيجية بتبقى شغلة ولكن مش بتشتغل مع الناس كلها لان هيطرية عايزة سرعة فانت لو مسلا من اول يوم جمعت العشر دولار في هتسحبهم. لو انت مسلا جمعت خمس دولار في الموقع بتاع النهاردة هتسحبهم. في نفس اليوم على طول. فممكن اه صديقي هتلاقي برضو اللي هو عمل الاستراتيجية دي هتلاقي رابط القناة بتاعته اسفل فيديو ممكن تخش وتشترك فيها وتشوف فيديوهاته. فيديوهاته جميلة جدا ان شاء الله تعجبكم. اه ده مسلا اثبات اهو. كنت فاتحها. ده اثبات ان هو هنا هو كان بيكلمني هنا. تمام? هنا ده اثبات اهو. اه ده لسه بصوا السحب زي ما انتم شايفين خمسة دولار. السحب على بيت كوين. السحب زي ما انتم شايفين لسه. هو مفروض ان هو هيتبيعت يوم التلات ولكن اتمنى ان انا ما اضروش باني انشو الفيديو ده. اه بان السحب بتاعه ما يتسحفش ان شاء الله يتسحب يعني هو يتشتغل معاه. فالسحب بتاعه زي ما انتم شايفين. نرجع كده. طيب. ده في يوم اربعة وعشرين زي ما انتم شايفين. اليوم اللي بعديه على طول لا مش دي. اليوم اللي بعديه على طول الراجل جمع كم؟ الراجل جمع دلار خمسة وثلاتين سنت من نفس الطريقة. جمع دلار خمسة وتلاتين سنت من نفس الطريقة. تمام? فان اللي يقول لي ان الطريقة مش بتشتغلش الطريقة مش مربحة? لا ده بجد يبق انت اللي مبيد عفتش تشتغل وانت اللي مش عارف تجيب زوار مش عايف تشتغل على الطريقة كويس. الطريقة مش سهلة زي ما قلت لكم الطريقة برضو ما هيش صعبة ولكن هي عايزة تشغيل دماغ وعايزة مخ تمام فاتمنى انك تركزه في الطريقة وتستخدمه في اكتر من حاجة بلاش وانا باستخدام اللي انا باستخدمه بس لا ده غلط اتمنى الناس كون لا انا انا مسلا هستخدمها دلوقتي على موقع لان ده حلقة يزري بحث سريع فانا لازم اديك موقع معين تشتغل عليه ده لازم يعني عشان تبقى حلقة متنسكة يكون في موقع يكون في استراتيجية اما مش هديك استراتيجية من قيار تجربة من غير موقع لا تمام فانت ممكن تستطيع الليستراتيجية دي عن موقع ده او على موقع تانية حتى لو انا قلت موقع تانية فالناس كترقى وهتشتغل بها وبرده هاتفل انت لازم انت لتكتش في الموقع اللي تشتغل عليه لازم انت تكتش في موقع ما تقولش حد تمام فانا بقول لكشان كده آآ صديق اللي يعني اللي هو اختشف الموقع يعني طبع موقع الناس كلها عارف بها ولكن محدش جربها عليه. دي محدش جرب موقع اديو مي تقريبا. حتى اللي سألني قلت له بجربها في موقع اديو مي وقال لي آآ ان موقع اديو مي اللي هو بدي تلات دولار بس الامريكا. فالرقم ضعيف. ولكن رقم ضعيف تلات دولار على كل الف وانت اصلا ما تتعملش اي حاجة. اعطاك الده مش هيبوحش. تمام? الطريقة هي كالاتي. بص انت هتشغل طبعا الموقع. كالعادة. ولكن اول حاجة بس احنا لازم طبعا نختصر الرابط. فهنخش على بالطريقة عادية جدا. طبعا ايه هسيب لك اكون. طبعا هسيب لك الرابط اسجيل بتاع اديو مي اسفل الفيديو انت ممكن تستخدمه. انا بجيب مسلا في اديو مي حالي. اسف جدا لي رجع. انا بجيب في اديو مي في الوقت الحالي رقم مسلا من هو مقتب بلاش علي انا. اللي بيكسب الفلوس ده اللي هو صديقي يعني اللي عمل دي وقال عليها. ده بيكسب يوميا على الاقل زي ما بتلك دولار ونص لحد اثنين دولار ويمكن اكتر من كده كمان. طيو. يعني دا بيكسب المكسب دي. انا مش عارب ازبوتها. يعني انا مش عارب ازبوتها زي ما ظابطها. هو ظابط ستا وتسعين من يوانيتي ستتيتس في الشهر ده. الى هو شهر ابريل. فاللي هيعرف يزبوتها ولا هيكسب. وانا هحاول باقصى طريقة يعني ممكن مسلا لو عرفت اه اضبط طرق دي منه فحاول ادها لكم في رابط اسفل الفيديو او اي حاجة يعني لو عرفت هحاول ان شاء الله هحاول ادها لكم يعني هبعطها لكم بطريقة مع ايانة كده زي اللي انا هاملها لكم دلوقتي دي. بستوا اه اول بس ما نعمل اختصار للرابط سواني مسلا نعمل اختصار للرابط للقناة نعمل لها ونعمل هنا هناخدها هنا ونرجع هنا مرة تانية ونشيل ده ونحط ده ونعمل اختصار ونرجع هنا عطول زي ما انتم شايفين اول حاجة هتعملها تخش على بوفن تمام هتعمل هنا باست ركزوا معي هتعمل هنا باست تاخد ده كده وتعمله كد وتخرج من بوفن وتشغل التطبيق التاني تمام شغل ده وتعمل هتضغط على النجمة دي وتعمل تمام دي مسلا انا حاجة نعملها دي هتعمل تضغط على دي وتعمل اوكي ده التسجيل بتاعي انت لو عايز مسلا عملت حركة وعايز تسجيلها بحيس انك كل ما تخرج من البرنامج مش يعني هتعملها تانية من الاول لا تضغط على النجمة وتعملها سيف تمام ده بيسجل التسجيل اللي انت عامله تكتب اي حاجة وتعمل سيف عايز تعمل لها لود بترجع وبتعمل لها لود زي ما انا عملت فانا مسلا هتضغط كده هيبدأ هو ايامل لواحد من غير ما انا حتى اسجل تمام فاللي هيعرف ازبوتها هو اللي هيكسب اللي مش هعرف ازبوتها هو اللي مش هيعرف يكسب اللي تمام فبان الموقع ده هو ممل شوية في الكتير اللي فيه وبرضو نقسب دياري ساعات بيبقى بطيق فدي بتسبب بعض المشاكل لكن اللي عنده اجهزة كويسة طبعا مش هيقابلوا اي مشكلة من المشاكل دي فعندي دلوقتي انا ما عرفش نوع الاعلان اللي ممكن يزهر انا بزبطها على النوع اعلان معين فالاعلان ده لو زهر هتنجح معايا الطريقة مية في مية اعلان ده لو مزهرش مش تنجح معايا الطريقة تمام في الوقت الحالي نستنى عمل هيامل تمام هيدغط ضغطة وهيخش على الرابط وهيطلع فوق وهيدغط ويستنى تمام تمام زي ما ان شايفين تزهر نوع الاعلان اللي انا عامله واللي انا مرتب اللي استراتيجية عليه هيدغط وانتهى الموضوع حلو قوي وهيرجع على طول وخلاص كده هي خلصت تمام هناك التمنتاشر لسه لسه ما تحسبتش ولكن هتتحسب طيب هنجربك ده مرة تانية ولكن زي ما قلت لك الطريقة لازم انت تثبت الموضوع زي ما ان شايفين اتحسبت تمام هي عادي ممكن يفوت حاجة ولا حاجة كده بتبقى مسلا لو كون مسلا في اي بي او حاجة طيب ايه المميز في الموقع ده مميز موقع اديو مي اللي احنا ممكن نستخدم اولا لانه بيحسب بالمشاهدة بيحسب فقط بالمشاهدة مش بيحسب بالضغطة لا بيحسب بالمشاهدة فقط والمشاهدة والضغطة طبعا ولكن يعني المشاهدة بيحسبها تمام زي موقع فلاي. طيب تمام. ده مفيد طبعا في ايه? بانه حتى لو حصل مشكلة ومعرفتش تضغط بانه هيحسبها لك برضو. طيب اتماني بس ما حدش كنز علامة نفي اي حاجة ان انا ما زلتش فيديو مبارح لان فعلا اكسم بالله. يعني خلاص امتحانات يوم اتنين خمسة اتنين خمسة وعندي امتحان بكرة يعني احنا الساعة واحدة بالليل. واحدة صباحا فعندي الساعة تمانية امتحان عمالي. اه حسب قالي تقريبا. ولازم اروح الامتحان ده. فالموضوع يعني في ضغط رهيب على اه في المذاكرة وكده. فالموضوع سعب جدا. تمام? فا اتمنى انتو بس ايه ما حاجز عني بسبب اي حاجة. واتمنى ابدعوه بس عشان الامتحانات دي تعدى على خير. ان شاء الله في استراتيجيات رهيب اقصر بالله في استراتيجيات رهيبة. هتحصل رهيب جدا في القناة. تمام? في بالذات اولها استراتيجية الربح من المقالات دي. في استراتيجية رهيبة انا بحضرها في دماغي. وفي استراتيجية تانية بنقل الاستراتيجية الخارقة للكمبيوتر. في استراتيجية بقى لنقلها. هتبقى خطيرة جدا جدا جدا. والربح بتاعها هيبقى ممتاز بشكل كبير جدا. حاولت اعملها براحة اكتر من مرة. ولكن ممتاز. في طلبة بقى عايز تتلوب منكم. اه يا ريت في الكومنتات تحت تكتبوا لي افضل البرامج لتغيير. عايز برنامج يغير للجهاز بتاعي بشكل كامل. يخفي بشكل كامل. اه ويغير بكل وقت معين. يعني مسلا كل دقيقة يغير كل عشرة ثواني يغير اللي يعرف طريقة معينة. او يعرف حاجة معينة. لان قلبة مبارح الدنيا كلها على الطريقة دي. ولقيت برامج كتلة جدا. ولكن معظمة برامج فاك وما بتعملش اي حاجة. في برنامج معين. لقيته بيعمل ولكن بتاعه شغلت تمام. بيبقى مسلا بيبقى شغلت تمام. واي بي تاني بيبقى مفيش نت خالص. ده مباوز الدنيا يعني. فلو حد يعرف برنامج يعني يتميز الطريقة دي بشكل مية في المية. في اكتبوا لي تحت في كومنت او يسدل الرابط بتاعه. فا اتمنى مرة تانيا الفيديو ده يكون عجبكم. ولو عايت حلقات اكتر فيه حلقات ربح من انت عندي حلقات ربح على السريع. اتمنى التامنى اللايك على الفيديو ده ومتنساش تعمل سبسكراب لي القناة. تاني مرة بعتزل على التأخير على الفيديو دوا. وبعتزل مرة تانية على بعض يعني لنا يعني. في كاسة شوية في القناة لان بسبب انتحانات وكده. فالموضوع مش سهلة خالص. كان معكم مصطفى من قناة مستر منتك. هتمنى الفيديو عليك لايك الفيديو وعليك تعمل سبسكراب للقناة. نسانش تعمل شيء للفيديو. وشكرا عشين تشوفت الفيديو. واسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.